ازاي اعمل بس مباشر على التيك توك بصورة؟ تمام دو حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور ياريت قبل ما نبدأ فيديو النهاردة تعملي لايك للفيديو ده ولأول ما تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة فيديو النهاردة كده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل بس مباشر على التيك توك بصورة بدون الظهور وبدون مظهر لان في ناس كتير عاوز تفتح بس مباشر على التيك توك بدون ما تظهر وبتضيف صورة يلا بينا كده نضيف صورة من على التيك توك او من على الجهاز عندي وهنروح نفتح كده التيك توك مع بعض وبنبدأ نضغط على علامة الزائد دي ولما بنضغط على علامة الزائد بيجيلنا كاميرا قوالب الصورة ولايف ببدأ ان انا اضغط على كلمة هنا طبعا انت بتبدأ تزبط اعدادات اللايف بتاعك قبل ما تطلع يعني باضيف صورة بقلب الكاميرا يعني لازم تكون الكاميرا مقلوبة لان الكاميرا لما انت بتزل الموبايل كده انت بتيجي بالغلط فطبعا هنا الاعدادات وهنا لو انت عايز تشارك اللايف قبل ما تفتح اللايف بتشاركه من هنا عايز تعمله برضو تصويت اول ما تدخل بتعمله تصويت وعايز تعمله ترويج عشان اللايف يعلى معاك بتعمله ترويج عادي فبنبدأ نضغط كده على كلمة المؤثرات ببدأ ان انا اضغط على كلمة المؤثرات بيظهر لك الشكل اللي انت شايفينه ده بابدأ انزل خلص طبعا هنا لو انت عايز تظهر بوشك بتبدأ تضيف الحاجات دي لتحسين الوجه بس بننزل كده وبنلاقي مربع كده اخدر بنبدأ نضغط عليه المربع لاخدر ده في مربع تاني لو انا عايز الصورة بتاعة التيك توك الموجودة اللي هم ضيفانها لوحدهم دي بابدأ ان انا اضغط على مكان فاضي كده وخلاص الصورة موجودة معاي لكن لو انا عاوز اضيف صورة من عندي على الموبايل بابدأ اضغط على كلمة المؤثرات تاني بتظهر لك الصور اللي على الموبايل بضغط انا على علامة الزائد دي والصور كلها موجودة عايز اضيف اي صورة للباس المباشر بابدأ ان انا اضغط عليها اضيفها للباس المباشر لو ضغطت كده على صورة الصورة موجودة معاي بابدأ اضغط في مكان فاضي والصورة موجودة معاي عايز اقلب الكاميرا بتاعتي بقلبها من هنا عايز اعمل تجميل او تحسين للشكل او للصورة او لصورتي بعمل تحسين من هنا وتجميل طبعا هنا الاعدادات اي حد من الاشراف ودي اعدادات المشرفين واللايف لو انا عايز اعمل وصف سابق لللايف بتاعي طبعا دي خلاص دي مقفولة دي رصيد الهدايا لازم يكون متفاعل لازم تتأكد من رصيد الهدايا لان في ناس كتير بتقابلها المشكلة دي انا مش عارف حد بعتلي اي هدية على اللايف او على التيك توك فتلاقي دي مقفولة لأ هنا اعدادات التعليقات هنا اسمح بالتعليقات بكل التعليقات لو انت عايز تعمل حضر كلمات رئيسية في اللايف بتاعك موجود هنا ممكن تكتبها هنا بقى آآ بنضغط كده على بدء لايف وكده بتفتح معي اللايف على التيك توك طبعا الصوت اتفاصل معي لاني فتحت لايف على التيك توك طبعا بقى هبدأ اقول لك على شوية حاجات كده في اللايف لو انت عايز تعرفهم تمام مش عايز تعرفهم عادي فوق هنا تحت الاسم بتاعي تسجيلات الاعجاب اللي هي اي شخص بيعمل تسجيل اعجاب او آآ يعني تكبيس على الشاشة فوق هنا الدايرة دي بقفل اللايف تلات نقط دول لو ضغطنا عليهم بتبدأ انت تتحكم في اللايف قلب الكاميرا والاعدادات والمقدمة لو انت عايز تضيف آآ تعليق مثبت في اللايف بتاعك وتبدأ تضيفه كلمة تحسين لو انت بتظهر طبعا بوجهك وعايز تحسن الصورة بتبدأ تضغط عليه هنا كلمة مشاركة بتبدأ انت تشارك اللايف بتاعك لأي شخص عندك على التيك توك او على آآ على اي حاجات تانية على مواقع التواصل هنا التفاعل ده لو انت عايز تضيف للايف سؤال وجواب او تصويت تمام آآ هنا ممكن تضيف تعليق اضافة تعليق انت لتكتب تعليق عندك تحت خلص هنا مضيفين المضيفين دي انت بتبدأ تطلع مع معيك اي حد جولة او اي حد بيلعب معيك مضيفين ضيوف دي طبعا هنا المضيفين استضافة دي بتبدأ انت تبعت لأي شخص دعوة اهو من كلمة دعوة لو انا عايز اعمل دعوات سريعة اي حد يقبل بيها بضغط على كلمة ارسال للدعوات دي دعوات سريعة اي شخص بيطلع معي بتبعت لكم شخص مرة واحدة عندك هنا كلمة ديوف دي ديوف دي ليها الجست بقى انا ببدأ تحكم في الجست بتاعي اهو اي شخص موجود بيظهر عندي هنا لو انا عايز اعبعت لحد جست بابعت له دعوة هنا طبعا لو انا عايز اقفل الجستات استماح بالطلبات من المشاهدين لو مش عايز جستات بقفل الخيار ده زي ما انت شافين ده اللايف بتاعي اي شخص يابعت لك عايز اقفل اظاهر عندك عايز اقفل من الدايرة اللي فوق دي طبعا اي سؤال او استفسارنا برد على كل التعليقات اكتبوا لي تعليقات لو في اي سؤال هنا طبعا زي كده احصائيات لللايف بتاعك بيقول لك انت اللايف بتاعك كان كم مشاهدة والهداية اللي كانت موجودة فيه كام وبيقول لك كل حاجة وافضل مشاهد وبيقول لك على كل حاجة في اللايف ياريت لايك للفيديو اشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة